اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم احباء المشاهدين في كل مكان في العالم وحلقة جديدة من حلقتنا الاسبوعية انا غالي عليك انا بصدق ان انا غالي على قلبه وبصدق ان تمني كبير اوي في نظره وده اللي بيخليني متطمن وانا ماشي معه انا غالي عليك شجعني انا غالي عليك فهمني انا غالي عليك استجبني النهاردة عنوان الحلقة بتاعتنا لست تعلم ما انا اصنع انت مش عارف انا بعمل ليه وليه انا بعمل كده لكن هنروح لجزء الاولاني انا غالي عليك فهمني حباية اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن موسى كلمة الله العظيم المبارك وبعض المتشككين اللي كانوا شكين ان موسى كتب اصفار الخمسة الاولى اصفار النبوة او اصفار الشريعة وتكلمنا ان شهادات كتيرة وادلة كتيرة اثبتت ان موسى هو كاتب اصفار الخمسة الاولى في الكتاب المؤدس تكوين خروج لوين عدد تسنين وتكلمنا عن شهادة النبوة نفسها وكلام الرب المباشر ليه وقال له اكتب كل هذا في الكتاب وتكلمنا عن شهادة انبياء العهد القديم وهما شهدوا عن نموس موسى وتكلمنا عن شهادة رب يسوع نفسه وتكلمنا عن شهادة الرسل المسيح شهدوا عن موسى انه هو اللي كتب اصفار الشريعة وتكلمنا على ان القرآن شهد ان موسى كتب الصحف التي في الكتاب علشان كده منصدق جدا ان موسى هو اللي كتبها لكن يأتي السؤال النهاردة كيف عرف موسى هذه الاحداث بعد حوالي 1200 سنة من الخليق ازاي عرفها حاجة لازم نقف قدامها علشان كده انا هقرأ معاكم الاية اللي في بطرس التانية اصحاح اتنين اصحاح واحد عدد 21 اللي بتقول لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم بها اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس ولا نبوة اتت بمشيئة انسان لكن تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس وزي ما قلنا المعنى الفاتت ان كل الكتاب مش نصه مش ربعه كله موح به من الله حباقي عايزة اتكلم عن تكوين خمسة خمسة والاعمار بتاعة اجدادنا من اول ادم لحد ما نوصل لحد موسى حنشوف ان موسى امور كتير سعدته طبعا اهم حاجة الوحية الذي اعطاه له الله وساقه الروح القدس وكتب وموسى كان يتعلم الكتابة من زمان جدا وهو صغير وتعلم العلم والجغرافية المنطقة وكان قائد حربي كما ذكرنا والفلسفة وامور في الطب وتعلم امور في الرياضيات وبعض المسلسات والرموز الجبرية كل الكلام ده تحدثنا فيه في المرة الماضية فتهزب بكل حكمة المصريين وكان فاهم كل حاجة هو بيكتبها لما جي الروح القدس وتكلم اليه وابتدى يكتب فيه امور كانت وضحة في ذهنه ساقها الروح القدس وساعدته انه يكتب كل الاحداث كان هيعرف منين ابراهيم كان هيعرف منين اسحاء كان هيعرف منين كان هيعرف منين الناس دي كلها وما قبل ابراهيم كان هيعرف منين كان هيعرف منين ادم إلا خليه يعرف ده كله عايز اقولكم عن تكوين خمسة خمسة بيتكلم عن الاجداد من اول ادم وحنتكلم لحد موسى فمثلا لما نتكلم على ادم ادم عاش تسعمية وتلاتين سنة احنا بنتكلم ان موسى بدأ يكتب الكتاب المقدس ما بين سنة الف ومئتين لألف وربعمية قبل الميلاد فهو عايز الالف سنة دي جات له ازاي ادم عاش تسعمية وتلاتين سنة متشالح عاش تسعمية تسعة وستين سنة متشالح عاصر ادم مدة ميتين تلاتة واربعين سنة ادم لما كان يجلس مع احفاده اولاده طبعا واحفاده احفاد احفاده احفاد احفاده واحد تسعمية وتلاتين سنة كان يقص لهم ما حدث بينه وبين الرب كان بيحكي لهم كيف ان الله خلقه وبيحكي لهم كيف دخل جنة عدم وكيف خلق الله له حواء وما حدث معه في جنة عدم وكيف كان يتحدث الى الله كما يتحدث صديق اللي صديقه وكان يسيرا هو وحواء مع الرب يتكلمه ويتطارحه جميع انواع الحديث والرب يقوله انا عايزك تسمي الحيوانات دي وانا عايزك تطلق اسامي على الطيور دي الى اخره فكان بيتراقى مع الله كان بيحكي كل الكلام الحلو ده وحكى لهم كيف نادى الله عليه واتكسف منه واختبأ لما قال له سمعت صوتك فخشيت لاني حريا فاختبأت كل ده كان بيحكيه ادم في كل ايام حياته لأولاده واحفاده واحفاد احفاد احفاده متشالح عاصر ادم وعاش 969 سنة متشالح كمان عاصر اجيال بعده فبيقول انهم كانوا يتكلموا عن معاملات الله معهم وعاصر سام ابن نوح وسام ابن نوح عاصر اسحاء ابن ابراهيم لمدة 50 سنة شايفيني السلسلة ده عاصر ده وده عاصر ده وكله بيحكي الكله طبعا زمان ما كانش فيه تلفزيونات الناس تقعد تتلهي فيها كانوا يحكوا مع بعض يتكلموا مع بعض وخصوصا عن ايام آدم وايام الخليقة وما صنع الله مع كل واحد فيهم فسام عاصر اسحاء خمسين سنة وكان كل الحديث عن الله وعن خليقة الله ساري مع الأبناء والأحفاد اسحاء عاصر لاوي وقهات من قهات ده جد موسى فاسحاء كان بيحكي للناس دي للاوي وقهات اللي هو أبو عمرام جد موسى عما صنع الله مع إبراهيم أبيه وما صنعه الله مع إسحاق نفسه ومع ولديه يعقوب وعيسه وصارت كل قصص الله مع الشعوب اللي جات بعد كده تتحاكى بين الناس على مدى السنين والأزمنة جي قهات أبو عمرام أبو موسى وزوجته يكابد أمو موسى بنت لاوي كل القصص دي هم عرفينها وعلشان كده كانوا بيعبدوا الله عبادة حقيقية حية لأن هم مصدقين اللي ربنا عملوا معاهم كان طبعا لسه الكتاب المؤدس ما تعملش لسه الله مداش أمر الموسى بإنه يكتب الأصفار لسه الشريعة ما جاتش لسه لسه كل حاجة لكن هم بينظروا إلى الله علشان كده الناس دي كانت تخاف الله جدا من كل ما يحكين لهم الأباء عنه يوسف كان يخاف الله قالوا أنا خائف الله كيف أفعل هذا الشر العظيم وأختي إلى الله فيش كتاب مؤدس يا موسى في إيدك يا ابني أنا خائف الله تعلمت المخافة في بيت أبي شفت أبي عقوب يا خاف الله شفت جدي يا خاف الله كلنا بنخاف الله لأننا سمعنا عن الله الحقيقي وما صنع وما يصنعه عشان كده عشان كده السلسلة اللي جات من آدم وموت الشالح وسام وسحاء وقهات ولاوي كل دولة أجيال عصره بعض لما عصره بعض أول واحد عمرام عرف من قهات أبي ما صنع الله في الخليقة يكابد بنت لاوي عرفت الله وكانوا فعلا زوجان تقيا جدا يا خاف الله وإحنا عارفين أن موسى لما ابن ابنة فرعون تربى هناك ابنة فرعون أخدته وربته في القصر الملكي في قصر فرعون وجات أمه يكابد كمربية كما أخبرتها مريم وأتلا أجيب لك مربية مرضعة أتلا هاتي فلم تعلم أن دي كانت أمه وهو في قصر فرعون علمته مبادئ المخافة قلت له حبيبي أنت بتتربى هنا في العز بس ما تعملش زيهم ما تعبدش الآلهة الوثنية زيهم ما تعبدش آلهتهم إحنا لينا إلى حي وحكيت له عن قصة الخليقة وقصة خلق الإنسان وقصة آدم وكل الأجداد لحد قهات حماها أبو عمرام ولاوي أبوها كل ده زرعت فيه مخافة الله ومعرفة الأجيال المختلفة فابتدى يتنبه ويشعر ويحب الإله الحقيقي إله أباء أجداد وإله أم المرأة الضقية وده اللي وصلنا النقطة مهمة جدا ماذا نصنع مع أبنائنا هل بتسيب ابنك قدام الكارتون طول الوقت هل بتسيبه على الأيس باكس والألعاب اللي بيلعبوها والتابلت واليوم كله عشان ما يدوشكش عشان ما يزنش عشان ما يقولكش خرجني عشان ما يقولكش أنا عايز وعايز السعود العب السعود العب كم مرة كم مرة أعدت مع ابنك حكيت له قصص الكتاب كم مرة كم مرة أعدت مع أحفادك وحكيت لهم قصص الكتاب وعلمتيهم ما خافت الله كم مرة يا ترى أحفادك وأحفادك بيعرفه الرب هل انت ليك دور في حياتهم ولا ما بتصدق تتفادى دوشتهم بأنهم يعودوا قدام التلفزيون قدام الكارتون قدام الآيسباكس قدام التابلت أخاف يكون دا بيحصل في بيتك صدقني صدقني أنا بقولك عن كلام أنا عشته أخاف على أولادك لما يجبروا مش هتلاقيهم لو ما زرعتش فيهم مش هتلاقيهم احفظ الجملة دي لو ما زرعتش فيهم مش حتلاقيهم لما يجبروا إحنا مش عايزين ربنا دي خرافات وطبعا الإلحاد منتشر جدا حيصدقوا كل ما هو بعيد عن الله وتقول كنت بواديهم الكنيسة لا يا عزيزي لا يا عزيزتي أنت أنت ما زرعتش فيهم المخافة أنا بتكلم عن كلام أنا عشته أشكر إلهي لأجل أمي لأجل جدتي اللي وضعوا فينا المخافة قبل ما دخلنا المدرسة كنا حافظين كل قصص الكتاب فكنا فهمين من هو الله من وحن أطفال لذلك عشنا المخافة من الطفولة بيقول كتاب رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيط عنه ربي في طريق الرب مش في طريق الولد في طريقه في طريق الله ربي في طريق الله هذا ما فعلته يكابد أحبائي مع موسى وهذا ما علمته إياه عشان كده ما يجي الروح القدس وابتدى يتكلم مع موسى وقال له اكتب كل هذا تذكارا في الكتاب هو فهم أبعاد كتير عن الخالق والقليقة من والدته فهو الروح القدس بيملي يقول له أيوة أيوة ماما قالتلي أيوة أيوة ماما قالتلي يا السلام أنا بحي الأمهات اللي ليهم بصمة روحية بيمني بيمني أوي أنه أذاكر للولد عشان ينجح بيمني أنه ياخد نمر متفوق بيمني أنه يطلع الأول بيمني كده بيمني يعرف يقعد على الكمبيوتر صح ويلعب كويس بيمني كده لكن مش بهتم كيف أنشئه نشأة مسيحية فلما جي الروح القدس لم تأتي نبوه وقط بمشيئة إنسان بل كتبها أناس الله القديسون مسوق من الروح القدس وهو بيكتب هو مستوع بالأمور كلها من أيام آدم الخليقة الخلق الجنس البشري سقوطه فاهم كل ده فكان بيكتب وهو مستوعب وهو عارف وهو فهم إلى جانب التربية اللي اترباها موسى في قصر فرعون وتعليمه لكل أنواع العلوم اللي كانت أحدث شيء في التعليم في ذلك الوقت وزي ما قلنا الكتابة في مصر ظهرت قبل ما جي موسى بحوالي الفين سنة الف وبرعمائة وخمسون قبل الميلاد 3450 أسفر 3450 وموسى كتب سنة 1200 قبل الميلاد لألف وربعمائة شوفوا المسافة تعلم تهزب فيهم كان شخص متعلم كان شخص مصقف كان شخص فاهم جغرافية المكان وده اللي ساعده لما طلع في السحرة ولما قاد الشعب بعد كده ولما ولما شخص ناضج فاهم متعلم يعرف يكتب كويس كل العلوم اتعلمها قائد حربي ممتاز جي الروح القدس بقى قاله بس تعالى انا حاخد كل الحاجات الحلوة اللي البشر حطا فيك وابتدي اخليك تصيغ المكتوب اكتب اللي حقول لك علي موسى اكتب اللي حقول لك علي قلنا تعلم جغرافية المكان في مؤرخ يهودي اسمه يوستيفوس كان بيشهد وبيكتب في احد الكتب وقال ان ابنة فرعون كان لها فضل كبير في تعليم الفلسفة والفن والرياضيات والهندسة والشعر والموسيقى وعلم النجوم كل ده كانت ابنة فرعون لها فضل فيه على موسى لكي يتعلم بيقول ان فيه اثار بابلية واشورية فيه اثار بابلية واشورية ومخطوطات وجدت عن برج بابل عن التوفان عن الخليقة كل الاثارة التي وجدت البابلية والاشورية مطابقة بالزبط تماما كما كتب في سفر التكوين هي هي التي كتبت في سفر التكوين التي صاغها الروح القدس عن طريق موسى عبدو موسكو الاثار بتبقى احيانا على الواح فقارية بتبقى احيانا على ورق بردي لكن كانت مطابقة لكل ما قيل عن الخليقة في اصفار موسى الخمسة وقيادة الشعب في برية يا سلام يا رب يا سلام مبارك اسمك فيه شخص اسمه آركي هاريسون هاريسون قال وجدت حداشر لوحة مخطوطة على الواح فقارية مكتوبا فيها سفر التكوين بكل تفاصيله بدقة متنهية على حداشر لوح من الفخار وكتبت سجلات على ورق البردي وجلود والواح الفخار حسب فكر الرب لقوا فيه الواح من الفخار والواح من الجلود كان يكتبوا على الجلود كمان زمان وعلى ورق البردي مطابقة تماما تماما لما كتب في سفر التكوين فيبقى احنا لما نقول موسى كيف عرف عن طريق اجداده اللي كله كان بيلحق بعضه لحد ما جيه عند والده والدته والدته علمته في قصر فرعون وهو تهزب بكل حكمة المصريين والعلوم الفرعونية المختلفة لتهزب بها موسى لذلك لا شك ولا أدنى شك في أن موسى كاتب أصفار الخمسة بتاعت الشريعة تكوين خروج لويين عدد تسنية ولا نستطيع أن نشك في ذلك ولو لشعراء واحدة خلونا نطلع فاصل أول بتاعنا حبا المشاهدين وبعدين نكمل معكم على الرغم من كل الألم والوجع الموجود في هذه الحياة أقدر أقول نحن باقون إلى هذه اللحظة بسبب الحب شارك في نشر رسالة الحب عليك دور صدق شارك أهلا محبائي المشاهدين بيكم مرتيني وأنا غالي عليك شجعني ولست تعلم ما أنا أصنع أنت مش عارف أنا بعمله أنت في يوم من الأيام هتفهم كلام ده قاله الرب يسوع لبطرس في يحنى 13 عدد 7 بيقول كده أجاب يسوع وقال له أي اللي بطرس لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد أنت مش عارف أنا بعمل إيه لكنك ستفهم فيما بعد عشان كده نوضع بتاعنا النهاردة طويل شوية هنقسمه ما بين هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله فأنا غالي عليك شجعني لست تعلم ما أنا أصنع أحبائي الحياة اللي بنعيشها مليئة بالألغاز مليئة بالاستفهمات مليئة بالأمور اللي بنقف أمامها عاجزين في التفكير بتعنا وبنلاقي أمور ليس لها حل وأمور لها حلول في أمور أقدر أوصل لاستنتاج فيها أقدر أوصل لحل فيها لكن في أمور ألاقي استفهمات ورا بعض ورا بعض وبقف عاجز مش عارف أعمل إيه وده على المستوى العام وعلى المستوى بتاعي أنا الخاص فلما نتكلم على المستوى العام ونتكلم عن الخليقة بتاعة الله ونشوف على المستوى العام إيه اللي الله عمله الأجلي كيف كانت خليقة الله بهذه العظمة من كواكب من شموس من أقمار من مجرات شيء فعلا لا يستوعبه عقل بشري قوة الله العظيمة في الخليقة أنا أحيانا لما أتأمل فيها بدقة بمقى خايفة مخي خلاص يقف لأني حاجات فوق الخيال اللي خلقها أبويا السماوي أبويا السماوي بيقول في مزمور 147 عدد 5 يحصي عدد الكواكب يدعو كلها بأسماء عظيم هو ربنا وعظيم القوة لفهمه لا إحصان ولا نقدر نجيب ذرة واحدة من فهمه ولا نقدر ومشكلة الناس البعيدين عن الرب إن عايزين يفهموا ربنا بيقولهم المحدودة دي مشكلتهم عشان كده هم مش قادرين يقبلوا المسيح ولا يقبلوا العمل الكفاري ولا يقبلوا التجسد ليه؟ لأنهم بيحطوا الله في قالب ربنا عرفوه بالعقل عايز أنا استوعب أبعاد الله إزاي استوعب أبعاد الله؟ إزاي؟ مش حينفع من رابع المستحيل ويمكن قلت القصة القبل كده دي عن واحد كان بيفكر إزاي ربنا خلق الأرض دي إزاي خلق؟ إزاي؟ إزاي عمل كده؟ إزاي يتجسد الإله؟ إزاي؟ أنا الكلام ده كله كلام ما لهوش أساس من الصحة أنا مش هسد وهو نايم شاف حلو شاف نفسه قاعد على شاطئ البحر وقاعد على الرملة وهو قاعد على الرملة لقى شخص تاني جنبه قاعد على الرملة برضو وعمال يحفر 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 ويجيب ميا من البحر يحطها في الحفرة ويجيب ميا بالجردل يحطها في الحفرة فهو قاعد جنبه وهو بيشوف كده في الحلم وقال له أنت بتعمل إيه؟ بتلعب؟ قال له لأ أنا مش بلعب أنا عايز نقل البحر في الحفرة قال له إيه؟ عايز تنقل البحر في الحفرة بتكلم إزاي؟ قال له ليه لأ؟ البحر ده كله حجيبه في الحفرة اللي قدي كده جي قال له لو فكرت كده لم أغزة هتبقى إنسان مش طبيعي وكان هذا الشخص في سورة ملاك أو في سورة إنسان وهو ملاك ربنا أرسله عشان يقنع هذا الإنسان قال له وإنت عايز كل أفكار الله تحطها في عقلك اللي قدي كده قال له ياه ياه خلتني أعرف إن الله لا حدود له ولا يمكن أحده بتفكيري الطبيعي لا يمكن تفكيري الطبيعي ما يحدهوش وقال أحد الخدام الإله اللي أنا استوعبه مبقاش إله صعب اللي أنا استوعبه مبقاش إله لأن أنا كإنسان مهما كان مخي هستوعب إنسان زي بس عشان كده الناس اللي عايز تاخد ربنا بأفكاره بالتجسد بحبه بمجيئه بصلبه كل ده اللي عايزين ياخدهو بتفكيرهم أنت عايز تنقل البحر في حتة حفرة قد كده وهذا من ربع المستحيلات الكواكب والمجرات التي في الفضاء قال عنها علماء الفضاء تصل إلى أربعمائة مليون كوكب ومجرة لك أن تتخيل هذا لك أن تتخيل إن الله خلق حوالي أربعمائة مليون كوكب ومجرة ويقول زي ما قرينا يحصي عدد الكواكب يا إلهي يدعو كلها بأسماء أنا وقفة قدام الآية دي قلت له أخاف على مخي يجرى له حاجة يا رب أنت عندك أسماء أربعمائة مليون كوكب ومجرة تدعوها بأسماءها قال لي أيوة مش عارفين إلهنا قد عظيم مش عارفين إلهنا دا كله القدرة إزاي مش قادرين نستوعب لكن عايز يقرب للفكرة وعايز يخليني أستوعبه قال لي أنا اللي هجيلك يا سلوة أنت متعرفيش تأجيني خالص أنت مخك ما يستحملش لكن أنا اللي هنزلك وهعرفك شخصي وصورتي أنا اللي حتراقه في شكل أنت تستوعبه أنا اللي حتجسد في صورة أنت تدركيها بحقلك المحدود اللي أقول قد إيه من لي هذا ما صنع الله لما جاء من الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدئ الذين هم تحت النموس لننادي التبني خلاص الكلمة صار جسدا وحل بيننا هذا الإله العظيم اللي تجسد في مرة خل التلاميذ معاه وجاب منشفها واتذر بها جاب إناء وغسل أرجلهم إيه دا إيه دا اللي بيحصل دا إيه دا إنت بطرس يقوله إنت إنت الله ظهر في الجزء تخسل أقدامي أنا مستحيل مستحيل تتكلم في إيه قاله لو ما غسلت لكش بطرس لو ما غسلتش أقدامك مش هيبقى لك معي مكان قاله لأ اغسلني كل اغسلني كل يا رب تعالى مش بس أقدامي اغسلني كل بعد ما غسل أرجل التلاميذ قالهم كلمة رائع جدا أتفهمون ما أنا صنعت إنتوا فهمين أنا عملت إيه إنتوا فهمين أنا ليه عملت كده عشان تعملوا كده مع بعض عشان تحبوا بعض لما بطرس رفض قاله يا بطرس لست تفهم الآن ما أنا أصنع لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع لكنك ستفهم فيما بعد هيجي الوقت يا بطرس اللي تفهم أنا تنازلت وتنازلت وتنازلت الحد فين هتفهموا فيما بعد أشتغل وفر أنا عايز أشيل كبرياء منك أنا عايز أشيل العجرافة اللي ملهاش لازمها أنا عايز كل من يضع نفسه يرتفع وكل من يرفع نفسه أنا هنزل التعاطي هو ده إلهنا في كل أمور حياتك على المستوى العام هتلاقيه أدي إله عظيم جدا 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 لكنه متواضع جدا 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 لكن على المستوى الخاص أنا عندي مشاكل مشاكل طحناني أنا عندي هموم أنا عندي مشاكل في شغلي أنا عندي رؤساء أشرار يترقبون فصلي في أي وقت أنا بواجه كده أنا عندي أمراض مرة أنا مش عارف أصرف على العلاجي مشاكل خاصة الرب هي فهمك كل ده في وقت من الأوقات وزي ما يعقوب قالها في مرة كل هذا قد صار علي صار كل هذا كل ده جي على دماغي لست تعلم أنت الآن وأنا أصنع لكنك ستفهم فيما بعد وحب أتكلم عن قصة في الكتاب المقدس رائعة رائعة جدا حنشوف فيها العدو وخططه المريرة ثم إلهنا ونصرته الكبيرة العدو بيخطط لي إيه؟ بيخلي مية استفهام في زهني بيجبني أرضا بيخليني أنحني بيخليني أضغط بيخليني أبقى حمود خلاص مبارح في واحدة على التليفون قعدت تبكي حوالي ساعة بكاء بحرقة مش قادرة وقفها مش قادرة هي مرت النفس جدا لأنها حطة بشر قدامها والبشر ده راح ما سألش فيها فنهارت وضعت قلت لها آه لو حطيت الرب قدامك حتلاقي كل ده ما يسويش قالت لي هي دي مشكلتي عايزة أتكلم عن العدو وخططه المريرة وعايزة أتكلم عن إلهنا ونصرته الكبيرة حبايف سفر أشعياء أصحاح ستة وتلاتين وأصحاح سبعة وتلاتين بيتكلم عن الملك حزاقية والملك سنحريب الملك حزاقية هو من أحد سلاس ملوك أفضل سلاس ملوك ملكه في إسرائيل على مملكة يهوزة وأورشلي في جنوب كان يخاف الله يحب الرب جدا وتقي جدا جدا وباستمرار بيصلي وبيقود الشعب إنه يعرف الله معرفة حقي فكان الرب يحب حزاقية جدا لكن في السنة الرابعة عشر من ملكه بعد ما ملك با 14 سنة ملك سنحريب ملك أشور في العراق أرسى الجيش وجاب الرئيس الحربي بتاعه شخص اسمه ربشاقي وقال له اسم عربشاقي إحنا حناخد مملكة يهوزة رده أم لم يرده يجيب جيش ويدخل مدينة واللي يقاوم يموته ويستولي على مدن في مدن في مدن فجيسا حريب وقرر إن ياخد مملكة يهوزة ورح باعت ربشاقي بجيش بمدرسة بأسلحة قال له تدخل تجيب ليهوزة المملكة والملك بتاعها قاوم تخلص عليه خلصت عليك رح ربشاقي بجيش بتاعه ووقف في منطقة قدام مملكة يهوزة اسمها البركة العليا بجيش بتاعه الملك حس وتفاجئ وتخض وبعت رئيس الوزراء بتوعه واحد شخص مؤمن اسمه اليقين ومع اتنين تانين قال له وروح شوف دولة واقفين برا ليه بالأسلحة بتاعتهم بترعب وخاف هو إنسان رح شوفهم عايزين مننا إيه اليقين طلع معا اتنين من أصدقائه في المملكة وراحوا عند منطقة البركة العليا وابتدوا قابلوا ربشاقي اللي هو الوزير الحربي بتاع سنحريب ملك أشوف وقالولوا فيه إيه قالولوا قالوهم اسمعوا انتوا حتسلموا بالزوق بدل ما نهجم على المدينة ونجيبها أرضا فانتوا حتسلموا لنا بالزوق وتستسلموا انتوا والملك بتاعكم ندخل حنمتلك المدينة زي ما امتلكنا شعوب قبل كده وما قدرتش تقومنا محدش يقدر على ملك أشور محدش يقدر على ملك أشور فبدل ما فعلا نبيتكو ونقتلكو ونموتكو تستسلموا بالزوق روحوا أقولوا الملك كده وأنا مستني رد في الحتة اللي أنا فيها دي هما لما سمعوا كده يقول على الكتاب عن اليقيم مزق ثيابه والاتنين اللي معاه مزقوا ثيابهم ويرجعوا للملك حزقية في ايه؟ قالوا له الحكاية كذا وكذا وكذا وهم عايزين يدخلوا ياخدون البلد بتاعتنا المملكة كلها استعمروها استولوا عليها ملك حزقية مزق ثيابه أيضا مش عارفين يعملين رغم أنه مؤمن رغم أنه بيحبه الرب بس اتخض والمفاجأة خلته طلع عن وعيه تماما قال لهم ربشاقي على من تتكلون انتم اتكلين على مين؟ على فرعون مصر يخلصكم من ايدينا ما فيش فرعون مصر انتم بايد عنه هل تصدقون حزقية حينما يقول لكم انقاذا ينقذنا الرب؟ انتم فاكرين ان في حاجة اسمها الله ورب بينقذ انتم دماغكوا شوية كده بس سلموا لنا بالزوء بدل ما كلكم حتبادوا طبعا موقف صعب اول ما هما يدخلوا البلد دي بيأسروا الملك او يقتلوه او يعملوا اي حاجة او كل المملكة والحشة دي لما بيستعمروها بيبيدوا الناس الكبار اللي في البلد بما فيهم الملك يا يا حزقية ده موقف لا تحسد عليه طبعا الموقف كان صعب جدا اللون كمان عمنا ربشاقي ده هل انقذت الالهة الشعوب الاخرى والمدن التي حولكم حتى ينقذكم الرب من يدنا الشعوب اللي حواليكم دي في حد انقذها من يدنا مفيش ملك فقشور يقدر حد يقف اصاده على من تتكلون انتم متكلين على مين يا شطار تعالوا كده بسهولة سيبوا البلد بدل ما هندخلها وندمرها وندمركم طبعا الموقف كان صعب جدا لكن لا ننسى الملك التقي الذي يا خاف الله بعد ان مزق اليقيم هو والاثنين المعا ثيابه كان اشعياء ابن اموس النبي العظيم في يهوزة في ذلك الوقت كان في الوقت ده اشعياء موجود فبعت رسالة الملك حزقية وقال لهم روحوا ودوا لأشعياء الرسالة دي وقلولوا ان نحن نمر بشدة واهانة وتأديب ماذا نفعل نحن نمر الناس برا الجيش برا ربشاقي برا ومستني في لحظة يدمر الدنيا لكنه ارسل الى اشعياء ابن اموس نحن نمر بشدة واهانة وتأديب فماذا نفعل حباقي هنكمل في الحلقة الجاية ماذا فعل الملك حزقية ماذا فعل الاشعياء وماذا فعل الله معه اتكلمنا عن العدو وخطط المريرة سنتحدث في الاسبوع القادم انت ان الرب عن الهنا ونصرته الكبيرة خلونا نطع فاصل تاني ونرجع نكمل معاكم احبانا مشاهدين اشتركوا في القناة ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم ثم يأتي المنتهى عليك دور اهلا بيكم احبانا مشاهدين وانا غالي عليك يستجبني انا متأكدة من اليوم في المن ان ربي بيسمع صلتنا انه حيبرق كسرين انه حيتمجد معانا مجد بلا حدود وحيبارك كل البلاد اللي بنصلي لها لان مكتوب الخالق الازن الا يسمع طبعا لازم يسمع لازم يسمع النهاردة احبانا هنصلي لاجل الامراض الصدرية هنصلي لاجل قارة استراليا هنصلي لاجل مورتانيا الشقيق هنصلي لاجل الازواج الذين والزوجات الذين ينتظرون زرع بشر الناس اللي نفسها ربي دي هبابي الامراض الصدرية هنصلي لاجل الشفاء امراض الرب والشعبي نزلات البرد الشديدة الزبحة الصدرية السل او الدرن حساسيت الصدر مشاكل التنفس الالتهاب الرقوي واي امراض تخص الصدر اخرى هنصلي لاجلهم و هنصلي الاستراليا و مورتانيا و كل من يحتاج الى زرع بشر انا بارجو المؤمنين و المؤنات اللي بيشوفوني صلوا معنا علشان ربي يتمجد مع كل هؤلاء اللي محتاجين صلاة اللي محتاجين البنى يترفع لاجلهم اللي محتاجين نتشفع و نطلب من الله لاجلهم خلونا كلنا نصلي يا ابان المبارك الطيب نأتي امامك نعظم اسمك القدوس المبارك يا رب و نحن نثق و نؤمن انك تسمع صلاطنا يا رب لان خالق الاذن لابد ان يسمع و غارس العين لابد ان يبصر نأتي امامك يا سيدنا الرب لاجل كل التلبات التي ذكرناها يا رب فعلا لسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك اعيننا نحوك اعيننا يا رب في الامراض الصدرية يا رب الامراض الصعبة الناس اللي عندها ديق تنفس الناس اللي عندها زبحة الناس يا رب اللي عندها رب و شعبي الناس اللي عندها مشاكل كبيرة يا رب في التنفس الناس اللي عيش على اكسوجين الناس اللي عندها تليف في الرأتين يا رب الناس اللي عندها كنسر في الرأتين يا رب من فضلك من فضلك من فضلك يا رب بنصرخ أمامك لأجلهم بنترج وجهك يا رب بنترج وجهك وبنقولك أعبر إليهم وأعنهم يا رب الناس دي متضايقة جدا ولا تعلم ماذا تفعل لكن كل الأدرين عليه بيقولوا يا رب إلى معونتي أسرع أسرع إلى معونة هؤلاء جميعا يا ابن الله الحي تراؤف عليهم في اسم الرب يسوع المسهم يا رب أنت عندك قطع غيار الإنسان وتستطيع أن تعطينا لكنك تنتظر من الإيمان الذي يصنع المستحيل أنت الذي قلت أطلبه تجده اقرعه يفتح لكم اسأله تعطوه في اسم الرب يسوع نحن نسأل رحمتك ونسأل قدرتك الإلهية السرمدية أن تعبر إلى كل واحد متألم من أي مرض صدري يا سيدنا الرب يا رب تراؤف 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 يا رب تراؤف تراؤف في اسم الرب يسوع واعتنا أن نسمع شفاءات ونسمع معجزات نحن نسمع باستمرار يا رب نحن نسمع يا رب لكن نريد أن نسمع أكثر وأكثر في اسم الرب يسوع بنصلي لأجل قارة استراليا بنصلي لأجل قارة استراليا قارة مباركة وعظيمة وفيها أبطال في الإيمان وشهود أمناء ليك باركهم وكتر منهم كتير يا رب وتعالى بالبعداء تعالى يا رب بالأشرارة الذين فيها اجزب عيون الكل إليك خليهم يشوفوك ويعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته تعالى بألاف وملايين في استراليا بكل الستيتس اللي فيها يا رب بكل الولايات اللي في استراليا تحتاج إليك يا رب ادخل إليهم ولاية ولاية وبيت بيت وتراء الكثيرين يا سيدنا رب تراء الكثيرين يا رب وإيش في ارتداد مؤمنين وإيش في مرضى هناك وعظم العمل في قارة استراليا يا سيدنا رب في اسم يسوع المسيح نضع هذه القارة يا رب بطلها وعرضها بشملها وجنوبها كلها بين إيديك كي تزورها زيارة خاصة يا ابن الله الحي بنصلي الأجل موريتانيا بنصلي الأجل موريتانيا يا رب الشعب المسكين يا رب الشعب اللي بيعاني من التعب والمشاكل والحروب والفقر يا رب الناس اللي تحت خط السفر يا رب أوصل إليهم إيش في كثيرين منهم عرف شخصك هناك يا رب عرف شخصك هات مؤمنين حلوين يا رب من هناك أبطال في الإيمان يفتنوا المسكونة من موريتانيا يا سيدنا رب وإملى الاحتياج يا رب وغطي بغنى المسيح الذي لا يستقصى كل يا رب خطوط الفقر هناك يا رب ابعت 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 ليهم يا رب ابعت ليهم مؤمنا كتير يا سيدنا رب وابعت ناس قلوبها وأحشاءها تقن على هذه البلاد في اسم الرب يسوعه وصل للأجل كل زوج وزوجة يحتاجون إلى زرع بشر كل زوج وزوجة نفسهم يكون عندهم أطفال من فضلك يا رب من فضلك من فضلك اكرم كل من يحتاج إلى طفل الناس اللي مرت النفس الناس اللي فيه أشرار بيعيروهم الناس اللي فعلا عندها مشاكل في هذا الأمر ترقف عليهم تحنن عليهم اقترب إليهم عظم عملك معاهم وتمجد فيهم حتى يعود المجد لك وحدك يا سيد الأرض كلها كل تلبط صلب نأتي بها أمامك يا رب كل الأمراض اللي ذكرناها وبقية الأمراض الأخرى يا رب التي لم نذكرها ترقف علي كل لأن أعين الكل إياك تترجع يا سيدنا الرب وأنت تعطيهم طعامهم في حينه يا رب بصلي لأجل قناة الكرمى بصلي لأجل عملك فيها مجدك عليها يرى مجدك علي كل برنامج يرى مسحتك القوية علي كل خادم وخادمة يقف في هذا المكان يا رب يكون حسب ملء مشيئتك تبارك كل برنامج تبارك يا رب من فضلك التكاليف تبارك المصاريف حط إيدك بالبركة علي كل المصاريف يا رب أدي حكمة للمسؤولين وخصوصا عبدك سامول يا سيدنا رب في اسم الرب يسوع وكل العاملين في الكرمى بجيبهم بين إيديك بقوة تأتي عليهم روحية وقوة زمنية وتزديد لكل الاحتياج شكرك من أجل كل واحد وحدة بيشتغلوا هنا بعظم اسمك لأجل الأبطال الذي أقمتهم في هذا المكان قادر أن تحسن إليهم جميعا يا سيدنا رب بنحط نفوسنا بين إيديك بنستودع نفوسنا بين إيديك كخالق أمين في عمل خير أن تقودنا في موقب نصرتك في المسيح كل حين وتظهر بنا وفينا رائحة معرفتك في كل مكان في اسم المسيح يسوع بستودعك نفوسنا نشكرك لأنك سمعت واستجابت لك الكرامة ولك كل المجد آمين آمين مبارك اسم الرب إحنا واسقين أن الرب ها يتمجد معانا مجد من غير حدود نشكر رب لأننا نتأكدنا أن موسى هو كاتب إلى الصفار الخمسة الأولى والعدو وما يصنعه لكن لنا إله له خط عظيمة حنشوفها في الحلقة الجاية ليس فقط العدو وتخطيته ومؤمراته المريرة لكن لنا إله له يد قديرة وسيصنع معنا أمور عظيمة وكبيرة سنعرفها في الحلقة القادمة نشكركم أحبانا مشاهدين لأجل يوم تبعدكم معنا نلتقي بكم انت أن الرب في الأسبوع القادم نصلي لأجلكم ونحتاج صلواتكم أيضا الرب معكم ويحفظكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر